يعني بأسلوب شيخ وجميل ومبسط الدكتور أسامة أبيل وهو من العلماء الأسهر الشريف كان بيستعرف لنا أبرز الهموم اللي الإنسان يتوقف عندها في كتابه الجميل ما تشلش اقتحام أنا عجبني اللغة المتوضعة اللي حرك كاتب بيها يعني وأصلي متوضعة مش في البيانها لكن متوضعة في الخطوة لو تفتح كده حدرتك معي أقرب الصفحة من أول الكتاب يلا هتلاقي فيه تنويه أيوه ممكن حرك تقرأه أقرب صفحة أقرب على طول بعد الغلاف أيوه رابع صفحة كده هتلاقي فيه تنويه كده جميل قوي لما تقرأ الكتاب ده يا صديقي هتلاقيه بالعمية المصرية يعني باللهجة اللي احنا متحولين نتكلم بيها مع بعض اعتبر ان احنا بتدرجش عشان ترتاح وما تشلش هم جميل جدا جدا يعني انا حبيت أتكلم الشباب أو أكلم كل الأعمار من كل قلبي نكمل بقى ونقول ان احنا دايما الناس بتخاف بعد تاخد خطوة جديدة بعد كده فيه ناس تشتيكي دايما من هم الحسد وعيون الناس أو واحد يجينا كشيخ أو حد بقى يقول لك ده يا شيخ في الأظهر وداعية انا مصحور يا شيخ ومعمول لعمل اتصرف ازاي ده هم كبير هنا اجابة على السؤال ده في الكتاب ده مش قادر على وجه الفراء ودي حضرتك بقى بص ألم كبير طبعا بيبقى في نفس ألم وأي ألم يا فضلتك والله يعني بص يفرد اختار حاجات تكلف فيها والله أنا عايز ألحى أخذ منك بعض الكلمات أنا عايز أختار دي في الأول لأننا بس جايب واجب عزة يعني عزيز علي فالناس بتبقى عندها ألم على وجه الفراء جدا وانا معك في الموضوع ده انا موضوع ألم الفراء ده غير حياتي تلتبئة وستين عايز أقول ألم الفراء صعب جدا ولكن ازاي الإنسان يستقبله واحد ربنا بيقول وبشر الصابرين منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله بص يا سيد حسام والسادة المشاهدين طول ما احنا عايشين في الدنيا لازم نعرف إن احنا هنواجه هموم أنا هنا حاولت أعمل كابسولة خفيفة زي أنتبيوتك كده مضد حياة أو مسكن لكن الإنسان مننا في رحلته في الحياة بيحطه قدامه منهك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرفع إيده الربنا ويدعي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ألم واجع الفراء بيبقى صعب على الإنسان النبي علجه إزاي أكسبت تقبل الألم ده أول شيء رقم واحد حاول تتعايش مع الألم ده وتعرف إن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا هنا في الدنيا كلنا ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ابن إبراهيم قال إيه والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن لكن لا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن إله رجعون مولدك لا يدي ربك بيقول تألم حتى تشفى الله نعم تألم حتى تشفى صدقني خلي بالك لحظات الألم أو الهم اللي بيمر بالإنسان بيجي بعدها دايما فرق تصور كده أعظم استوري خاصة بالألم وحدوتة وحكاة في القرآن قصة سيدنا يونس عليه السلام تصور لما ربنا يقول كده في سيناريو جميل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني إذ ذهب مغاضبة ظروفه كانت صعبة تحت سترس وضغط وتحدي ومشاكل كتيرة واحد يحسب معنا ده برده كلنا واحد يفقد أعصابه طبعا هذه بس فندم طول ما احنا هشين في الدنيا لا يتقلب الإنسان في هذه الدنيا بين الفرح والطرح والصحة والمرض والغنى والفقر والقبض والبسط والعلو والخفض وتلك سنة الله تبارك وتعالى في قلق ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس نداولها يعني زي تداول عراق المالية كده عملت لف وتلك الأيام نداولها بين الناس فيجي ربنا سبحانه وتعالى يعلم الواحد مننا ازاي يصبر على ابتلاءات الدنيا فياخد دروس وعبر ومورالات كده من القصص الجميلة اللي في القرآن وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات تصور حضرتك هو كان حاسس ان المشكلة والهم اللي فيه مالوش اي مخرق قالص ولكنه نادى يبقى يا كل مهموم بيشوفنا النهاردة احنا بنقولك في كتابنا ما تشيلش هم ولكن محتاج منك ارادة وادارة ازاي تتخلص من الهم اللي عندك وتلجأ لربنا وتاخد بالاسباب اللي في الدنيا وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ممكن نقولك على حاجة فيما تعلق بالقلم تقولي أنا فهمت صح ولا غلط نوقع التجربة الشخصية والحياتية يعني الواحد بيبقى في الأول مش فاهم طبيعة الأقلم وليه أنا قصبت بدا واش معنى وممكن ما يبقاش متقبل ويزعل وزعل طبعا والجريف أو الحزد الشديد طبعا لكن الواحد بعد ببر السنين ما ترتباط ربنا بقى ايه ترتباط ربنا يعني أنا شخصيا اكتشفت انه يعني في الألم ده كانت الأسرار بعد تاني ربنا عشان أعرص أكمل بيها الفرج الحياة وده اللي أنا جاهل يعني في الألم السر ان بعد كل هم وبعد كل مر حتى احنا عملنا الاسلوجان كل مر هيمر لما نعمل لينك وربط كده النهاردة وإحنا في آخر جمعة في شهر رجب وبين قصة وحدوتة جميلة ومعجزة خالدة قصة الإسراء والمعراج ومعجزة الإسراء والمعراج نلاقي ان سيدنا النبي صبر 13 سنة تصور يا سيد حسام وإحنا شباب حياتنا النهاردة بعت عبارة عن تتشاية تدوس على أي حاجة يديك إيه أكسبت يعملك الأوردر اللي انت عايزه لكن سيدنا النبي صبر 13 سنة في مكة وعمل محاولة تجربة جديدة في الطائف ولما المحاولة دي كانت ظروفها صعبة جدا لجأ لربنا وأخذ بالأسباب ربنا بعت له بعد كده فرق كبير قوي تصور بعد كل هم فيه طبطب من ربنا وده حصل مع سيدنا النبي لما لجأ إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي أنا كشيخ معمم جاي من الأزهر مش جاي أقول للشباب ولا الناس ولا المصريين ولا كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان لما يكون عندك هم ادعي ربنا وبس ده جزء من العلاج عندك هم عندك مشكلة شخص الأول شوف وصف المشكلة وإحنا حاولنا في الكتاب ده في 30 نعمل كده الكتاب ده عبارة عن 30 هم من الهموم اللي بنشوفها في حياتنا اليومية خصوصا آخر 10 سنين وخصوصا من وقت الكوفيد لحد العرض وصف وسبب وعلاق إيه الهم ده وإيه سببه ليه الهم ده دخل علي وبقى موجود في حياتي وإزاي تعالج وتخلص منه ستيبس كده خطوات جميع هل صحيح يعني طبعا اللي هي المسألة الأعلى لكن الآية القرانية بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم أنا شخصيا في أوقات يعني يعني ما قدرتش أستوعب هذه الآية خلينا أقول حضرتك لأنه أحيانا كنت واحد بيشوف أنه ده أكبر من استعابه ومن قدراته خلينا أقول حضرتك إن ربنا بيحب الإنسان لأنه نفخ فيه من روحه وقال ونفخت فيه من روحي وسيدنا النبس عسلال لما شاف أحد الصحابة في يوم من الأيام مهموم وكسلان وتعبان قال له ما لي أراك كاسدا إيه ما لك كده تعبان كده مهموم ليه قال يا رسول الله أرى نفسي كاسدا قال له لأ أنت لست بكاسد أنت عند الله غال غال يعني أنت غالي عند ربنا فلما الواحد يمر في حياته بشوات ابتلاءات ودربات ونقر وحفر وأوجاع وألام ومشاكل وتحديات يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه طب إزاي تصبر نفسك إزاي تصبر نفسك إزاي ما بيجي للمصيبة بتبقى حسين عندنا أربع حاجات بي نستقبل بهم والابتلاءات والهموم واحد الرضا من راضي فله الرضا بيجي بعد كده الصبر الإنسان لما بيصبر الصبر يا أستاذ حسام والسادة المشاهدين مروا مذاقه علقا صعب على الإنسان لكن عواقبه أحلى من العسل بيجي بعد كده ولي عايزوا بالله الصخط واحد أول ما يجيله هم ولا مشكلة يا رب هي المشاكل ما بتحطش على دماغي أنا وبس ويسخط ويجزع أو مرض مثلا شديد بص بها حكاية المرض إحنا كتبينها هنا طبعا فترة المرض صعبة رقم 28 فترة المرض صعبة علي كتبينها وعملين لها معالجة جميلة أن فلسافة وجود المرض في حياتنا كبن أدمين قدر من عند ربنا وإزاي إنسان يتخلص منها له المرض ده ممكن يكون رفع درجات ممكن يكون مغفرة زنوب ممكن يكون رحمة من ربنا سبحانه وتعالى دكتور بصفة محمود قال مرة سريعا أستاذنا قال أنه المرض فترة المرض بتاعته كانت أهم فترة في حياته لأنه منها هي اللي صنعت بيقول لكن الإنسان يتعلم في أوقات الشدائد والابتلاءات والهموم ما لا يتعلمه في وقت الرخاء يعني حضرتك في أوقات الهموم ربنا بيبعات لك ميسيج كده ورسائل تتعلم منها دروس تقول إي ده يا نها ربي أد معقولة لما دينا حضرتك كده وإحنا لسه شباب ونكلم شبابنا بعدتين يرز كده يعدوا من عمرك خصوصا في فترة الشباب والبحث بقى والبناء والشغل تعمل كشف حساب كده تقول ياه الحمد لله إن اختيار ربنا كان خير لي اختيار ربنا كان فيه رحمة لي حتى لو مرت بشوية هموم أنا تعلمت دروس أحسن قصة في القرآن قصة مين سيدنا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم بعد البلاء الشديد شو بقى نحن نقص عليك أحسن القصص آخر سطرين يا أستاذ حسام كابسولة حلو أو يعلاج لشبابنا ولهمومنا النهاردة في 24 ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان يعني اللي انت سمعتوه دي كل الستوري والحكاة دي لقد كان في قصصهم حكاوي وخلاص بنقولها لا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول النيارة اللي بيشغل عقله مع الهم والمشكلة اللي جياله ما كان حديثا يفترى مش حكاوي بتتقال وخلاص ولكن إيه الإزتونة تصديق الذي بينه دي أحيانا هم معين يجيلك واللي مشكلة يخليك تصدق أكتر في قدرة ربنا تصدق أكتر إن اختيار ربنا كان الخير تصدق أكتر إن كل شيء خلقناه بقدر تصدق أكتر لك وهو القائزة أحيانا بتحس الدنيا مظلمة في وشي وربنا نسيني بس أقول لك الحال والدنيا صعبة أول ما تضلم اعرف اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بنور قريبا يهدي الله لنوره من يشاء لأن ربنا يقول كده ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اطلب من ربنا في أوقات معينة إن ينور لك لمبة في الزون والإريا والمنطقة اللي مظلمة في حياتك عشان تقدر تشوف كويس همومك وإزاي تتخلص منها ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء الديتيلز بقى المشكلة دي تفاصيلها إيه إزاي حل لها مش بس وكده وهدى ورحمة أصف بالأسباب لقوم من يؤمنوا أنا قلت لحضرتك بنيدعي ربنا بنروح للأطباء المتخصصين على فكرة الكتاب ده مهتم بسيكاتري والسيكولوجي مش عشان أنا شيخ معمم في الأزهر لا ده جايب كل رجب تقول حاجة عظيمة جدا إنه العلاج النفسي والعلاج الروحاني أنا بسعى بالوقت الحمد لله إن عمك أكتر دراساتي وفاهمي في علم الاجتماع وعلوم الواقع طبعا والسيكاتري والسيكولوجي وإيه الجديد إيه صاحة جديدة لازم نشوف النهاردة اللي بيعيش هموم الناس لازم يتكلم بلغة الناس حضرتك قلت في البداية إن أنا تعمت يمكن من أول الكتب الدينية في مصر اللي يتعامل بلاكنة عمية باللهجة العمية ليه بقى؟ عشان آية جميلة في سورة الأنبياء ربنا بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول حضرتك صاحب رسالة إعلامية وأنا صاحب رسالة دعوية وده صاحب رسالة في البزنس والتجارة وده صاحب رسالة في التصوير السادة الكرام الكرولي بيصورونا فربنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني يا سوز حسام لسان قومه دي يعني لسان 24 إيه أنا مش هطلع أكلم الناس زي ابن خلدون أو الطبري أو الطبراني أو العلماء أو ابن كثير أو ابن القيمة على رأسنا وتعلمنا منهم وأرينك أمهات الكتب في العذر الشريف لكن أنا النهاردة طالع أقول للشباب بسيط القوم مختلف طالع أقول للشباب أهو أنت عندك كتاب بلغة سهلة سيمبل وبسيطة بلسان قومه ليه بقى ليبين لهم طيب عشان يبقى فيه بيان ووضوح لكل الناس ده شيء جميل وأنا بشكر حضراتك على استنارتك قبل هذا الكتاب وعلى كمان دعمك لفكرة العلاج النفسي طبعا والأطباء والاعتماد على العلم أنا فندم كشيخ وداعية لما بيجي لي كيس حالة أو بيجي لي حد والمشكلة مش متعلقة بالمجال الروحي أو القلبي وعلاقته مع ربنا على طول بوجهه الدكاترة من أصدقائنا بتوع السيكولوجي أو السيكاتري يتكلم لأن على فكرة يا فندم الإنسان أحيانا بيحتاج حد يسمعه طبعا يعني حداك لو مهموم أو أنا مهموم لو جيت اتكلمت ودردشت حتى أنا قلت إيه أعتبرنا أننا بندردش علشان نرتاح